السلام عليكم عائلتي الكبيرة مرحبا بكم في هذا الفيديو بعد طلب بعض المتابعين يعني كانت رغبتهم أن أتكلم عن مايك تايسون ونزال مايك تايسون المرتقب ضد جيك بول هذا النزال الذي أتار ضجة كبيرة مؤخرا والجميع يتسائل هل هو نزال استعراضي أو مواجهة حقيقية وقبل أن نتكلام عن تفاصيل الموضوع أريد أن أشير فقط إلى نقطة مهمة هي أنه عندما ولد جيك بول سنة 1997 كان يبلغ من العمر مايك تايسون 31 سنة وفي هذا التوقيت بالضبط كان الحدث الأسطوري والنزال التاريخي يعني مواجهة مايك تايسون ضد إيفاندر هوليفيلد إنه حدث مئة مليون دولار وقبل أن نتكلم عن التفاصيل أريدكم فقط أن تشاهدوا هذا المقطع لتعرفوا وتأخذوا فكرة ماذا حدث لمايك تايسون ولماذا لا زال يصر على المواجهة ولا يريد الاعتزال بصفة نهائية سواء من النزالات السعراضية أو الحقيقية ماذا حدث لمايك تايسون وأنا متأكد أن تايسون لا يرضى إلا أن يكون نزال حقيقي رغم أن السن لا يساعده في ذلك ومن المقرر أن تكون هذه المواجهة 24 يوليو لسنة 2024 جيك بول 27 سنة ضد مايك تايسون 58 سنة وذكرت العديد من المصادر أن النزال استعراضي وذكرت مصادر أخرى أن النزال حقيقي احترافي محض ويخضع لقواعد اللعبة وبعيدا عن الاستعراض وبعيدا عن الأهداف الربحية وللإشارة أصدقائي مايك تايسون ملاكم أمريكي محترف من مواليد سنة 1966 الطول 1.78 لعبة 58 نزال احترافي انتصر في 50 منها 44 بالضربة القاضية وأما جيك بول فهو ملاكم أمريكي من مشاهر أنترنت وملاكم محترف طوله 1.85 ولد سنة 1997 لديه 10 نزالات احترافية انتصر في 9 منها 6 بالضربة القاضية ويبقى السؤال أصدقائي كيف سيكون هذا النزال في نظر الجماهير هل فقط لجمع الأموال هل فقط استعراضي يريد فقط مايك تايسون أن يرجع الذكريات وأما بالنسبة لي فأظن أنه نزال استعراضي لا غير وأترك لكم التعليق أشكركم على حسن المتابعة وهذا هو موضوع الفيديو نلتقي قريبا إن شاء الله في فيديو قادم ودمتم سالمين والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة